اشتركوا في القناة اتكلم عن موضوع بما انو احنا كلنا يعني رايحين نتغير كلنا رايحين نتغير الالي ما يبغي يتغير عادي شيء ثاني فبما انو كلنا رايحين نتغير فحلو انو نعرف القصة الجديدة قصصنا الجديدة انو احنا راح نكتب قصصنا الجديدة ونحتاج نعرف قوانين هذه القصص الجديدة طبعا اذا انت حطيت النية معناها أنت خلص أنت اخترت الآن تبغى تدخل في التفاصيل أكثر حطيت النية أنك أنت تعيش بسعادة أنك تعيش بحب أنك تعيش بحرية أنك تعيش بسلام أنك تعيش بثراء أي أن كانت القيم اللي أنت مهتم فيها حطيت هذه النية بعدين الآن تبدأ في موضوع التفاصيل التفاصيل النية أنك تقول شلون وتدخل في تفاصيل الأشياء اللي أنت تبغاها أبغى تزوج أبغى تطلق أبغى أجيب أطفال أبغى أعيش في المكان الفلاني أبغى أحصل كذا فتدخل تبدأ تحكي تفاصيلك تكتبها تتصورها تحط صورها عشان تدخل في هذا الجو القصة الجديدة عشان نعرف إحنا قوانين القصة الجديدة لا بد أن ننتبه لثلاثة أشياء مهمة أول شيء أنه في القصة الجديدة اللي أنت وضعت نيتها في القصة الجديدة اللي أنت وضعت نيتها أنت أنت الكاتب بس أنت موش المخرج في قصتك الجديدة في قوانين القصة الجديدة اللي نعيشها أنت الكاتب بس مو أنت المخرج أنت الكاتب بس مو أنت المخرج بمعنى أنه أنت اللي راح تحط النوايا الرئيسية لكن الكيفيات شوية راح تكون من الصعب التنبؤ فيها في ظروف جديدة على البشر من الصعب انك تتنبأ طب انا نويت الصحة مع انه قاعدة الامراض تمتشر طب شلون طب كيف طب هل يعني اني انا اسوي كذا هل يعني اني انا افعل كذا هل يعني اني انا خلاص بكرا بقعد بالكهف ولا اختلط معي احد ما نعرف مو مهم المخرج المخرج وش يبقى بتصير المهم انك انت الكاتب المهم انك انت تكتب اللي انت تبغى الكيفيات مو شغلك الكيفيات لا تنشغل فيها تبغى تتسوي بهالطريقة ولا بهالطريقة المهم في النهاية انك انت حققت قيمك حققت اهدافك حققت نوايا ليش انا اقول لك هذا الكلام لانه المرحلة اللي احنا راح نمر فيها حاليا مرحلة كثير مختلفة عن الشي اللي احنا نعرفها قبل كثير مختلف يعني ما نعرف مثلا شلون بتكون الوضع الصحي المستقبل للبشر ما نعرف شلون يكون درجة ذكاء او عبقرية البشر ما نعرف شلون راح نتعامل مع الذكاء الاصطناعي ما نعرف شلون نتعامل مع ادوات الحروب الجديدة ما نعرف كثير اشياء كثير اشياء ما نعرفها فهي مش موجودة في ذاكرتك مش موجودة في طاقتك لانك ما تعرفها هي مش موجودة في ذاكرتك ومش موجودة في طاقتك ما افضل ما يصير شي بكيفية مختلفة انك تقول او لا لا مو هذه الكيفية اللي اتفقنا عليها مو هذه الكيفية اللي أنا كنت أتوقعها لا أنا كنت أتوقع أنه يجي يطق الباب ويخطبني بالطريقة التقليدية اللي أنا أعرفها ما نعرف ممكن يكون الخطبة بكرة بالأب كذا يعني يطق بابكم يعني يطق الأب يعني يضغط زر في الأب ويقول ممكن فما نعرف شو الطرق الجديدة اللي احنا ما نعرفها هذا أول قانون انت الكاتب ولست المخرج لذلك اسه اسمح للمخرج انه يتفنن في تنفيذ قصتك وتنفيذ الكتابة اللي انت حطيتها مدام انت حطيت خاص انتهت القصة نيتك هي النافذة القانون الثاني اللي أرغى كلمكم عني اليوم هو كثير مهم انه المرحلة اللي احنا نعيشها المرحلة التاريخية اللي احنا نعيشها هي مرحلة كثير 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 فيها قمم جديدة للبشر فيها قمم جديدة احنا ما شفناها ولا عرفناها ولا نعرفها ولا هي موجودة في تاريخنا ولا هي موجودة في ذاكرتنا ولا هي موجودة في طاقتنا قمم جديدة راح يطولون يوصلون لها البشر وفي نفس الوقت قيعان جديدة وهذا يعني انه راح يكون عندنا بشر كثير بمستوى عالي وبشر كثير بمستوى متدني لذلك وانت تكتب القصة انتبه لهذه الساعة انتبه انه في قمم وفي قيم انتبه لهذه المساحة الشاسعة انه في قمم وفي قيعان في قمم 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 جديدة ما يعرفونها البشر ما يعرفونها ما سبق مرت عليهم وقيعان جديدة ما يعرفونها البشر ما سبق مرت عليهم كلها شيء جديد ما سبق مرت عليهم فهذه المساحة تحتم عليك انك انت تنتبه للقمم الجديدة انك ما تعلق بالقمم القديمة أني كنت أقول لا أنا لازم أسوي كيف أسوي هذا الموضوع أنا أحصل على هذا الهدف لا ما تدري من القمة الجديدة رايحة فمهبني أنا أنتبه للقمة الجديدة يما خفت خفت من إيش خفت من إيش يا جماعة مرات أحس أن المفروض الواحد ما يتكلم أنا أعتبر أنكم أنتم ناس واعين خفت من إيش الحياة في غاية المتعة خايفة من إيش مفشي خوف مفشي خوف إذا أنت خايفة خلاص طف الدنيا طف كل الإنستغرام وتويتر طف الدنيا ترى أنت قدامك راح تشوفين كل شوي بيجي مراض ومدريش وبعد ما عرفت مين اللي طلع مجاعة راح تجي على البشرية بس إحنا ما راح تجي ناجها في بشر بجيهم مجاعلين وفي قيام إحنا ما راح تجي ناجها هو مفشي خوف إذا أنت حاطنيتك مفشي خوف بس إذا أنت يعني إذا أنت صراحة يعني رامي نيتك عند الجيران أو عند أحد يعني كذا ما عنده سالفة ويعني جاي تتسمع الأخبار يعني صراحة موقعك ما موقعك غلط هنا أنتم ما تحسون أنكم مبسوطين أننا نعيش تجربة جديدة ما أنتم مبسوطين أننا نعيش تجربة جديدة أو بعد نشوف الشيئة جديدة والمرجوة لسا وجايين بالطريقة الشيئة جديدة كثير متعة أهم شيء أهم شيء أنك تكون نحاط النيو ومركز بس بس ما في شيء خوف ما في شيء خوف إلا عند الخواف عاد مشكلتك مشكلتك الخواف يعني قلنا لك نبهناك وضحنا لك بهدوء ناقشنا لك الموضوع سنتين وأنا يعني ألدت واعج ونقول يا الخوافين يا الخوافين دبو يا الخوافين يعني بصراحة ما أمعني كذا عاد أطب من الشاشة يعني وأسوي لك أنا بحث وأقول لك تفضل ما أملك هذه القدرة يعني فإذا أنت خايف تصرف ما هي معقولة تصير زي البزران قاعد ما هي معقولة تصير زي البزران قاعدة تقول خوفت خوفت هنا الله طيب فخلك منتبه للقيمة الجديدة خلك منتبه مثلا عسبي المثال ما أستبعد أنه البشر راح نضرب أعمار جديدة ما سبق أننا عرفناها المفروض المفروض يعني إحنا كثير تطورنا يعني وصار الآن التكنولوجيا تداخلت مع الطب المفروض أن نحن نشوف أعمار جديدة المفروض يعني مية هذه تصير يعني شي عادي يعني يعني ما المفروض أنها تكون يعني صعبة الوحدي وصلها لا يعني المفروض يكون عندنا أعمار جديدة القمم الجديدة أيضا كنت أمس أسمع المفروض هو يتكلم عن الشريحة اللي راح تنحط اللي تساعدك على الريلاكس والهدوء وهذه أعتقد راح تكون راح تكون شيء شيء يعني مستوى آخر يعني يصلون للبشر طبعا بعد ما بعد ما شوية شركات تتضارب وتتنافس ويخلصون موضوع الأمان وكذا يعني لما نصل درجة أمان عالية تخيل أنك أنت يعني تعيش في هذا الشعور بدل ما يكون الشخص يتورط في قاع ويتورط كذا على طول نسوي له نقلة على طول يعني عند صدمة كذا نضغط ذر ونطلع فوق أكيد الشيخوخة راح يكون في أشياء مختلفة بس في ناس راح تكون شيخوختهم سريعة وارضوا في ناس راح يكونوا مرضى انتم شايفين الأمراض جاية في ناس راح تورضهم بأمراض وتبعات الأمراض أكيد فهذا اللي أقولك أنه في قمم جديدة إحنا ما نعرفها يعني السيارات راح تتغير الطيارات ما أعرف يعني ممكن تكون في أشكال جديدة فراح كثير أشياء راح تتغير ففي قمم جديدة وفي قيعان جديدة إذا انتبهوا أنت تحط قصتك أنك تنتبه لهذه المساحة تقولك الناس خايفة ممكن شيء اسم شريحة لا إذا كان يعني إذا كانت شيء يعني مصلحتك وأنت المتحكم فيها تقدر تحطها وتشيلها تقدر تحطها في زبالها يعني يعني ها تطور ها تطور بس إذا كان أحد يحطها فيك ويتحكم فيك لا ها شيء ثاني ها شيء ثاني يعني الشيء الثالث اللي من المهم أن نعرفه في موضوع قوانين القصة الجديدة أن نضع في هذه القصة مساحات مساحات لأيضا التجارب الجديدة والأهداف الجديدة لأنه ممكن أنا عندي هدف مثلا أقول عندي هدف أني أنا أسوق السيارة طيب إذا كان فيه الآن أداة جديدة مش السيارة معناها عندي هدف مختلف إذا كان عندي هدف الآن أني أنا أقتني أو يكون عندي والله عاملة في المنزل تغير الهدف صار يكون عندي روبوت بالمنزل فالمساحة اللي أنت تحطها تسمح لنفسك أنك أنك أنت ما تنصق على هدف خلنا نقول قديم ما عاد يناسب المرحلة وأنك تسمح لنفسك أنك تجرب الأشياء الجديدة اللي يغلب عليها أنها نافعة لك اللي يغلب عليها أنك أنت راح تنتفع فيها فهذه المساحة تخليك أن أنت تسمح بالتغيرات الإيجابية أنها تحصل أنك تسمح لو في شيء إيجابي لو في شيء يحمل ذرذبات عالية لو في شيء يحمل طاقة عالية أنه يتجلب حياتي فزي ما أنت حط نيتك وزي ما أنت حط قيمك وزي ما أنت حط أهدافك وزي ما أنت كاتب القصة وسامح للمخرج النيح يحط الكيفيات أيضا تحط ضمن هذه النية أنك تسمح لكل الطاقات العالية والذذبات العالية الجديدة أنها تتجلب حياتك وهذا يدعوني إلى أني أذكرك بشيء كثير موهنة هذا كلها أدوات لليسر يدعوني أذكرك بشيء كثير موهنة أنه أحد الطرق اليسر اللي هو الطريق الخفيف اللي ما في زحمة طيب ولما يكون فيه تغيرات جديدة في الحياة تظهر هذه الطرق الخالية خلك منتبه سيظهر طرق خالية سيظهر طرق ما فيها ناس تبحث عن ناس خلك الأول خلك الأول اللي يمشي الأول رح يعني يفوس اللي يمشي الأول في هذه الطرق رح يفوس فخلك مراقب زي ما أنت تراقب الأخبار الرديئة والتعبانة واللي ضايق واللي تخوفك أرجوك راقب الأخبار الجيدة راقب الناس اللي طاقتهم عالية وش مسوين وين رايحين وش قاعدين يخططون عليه وش الطرق اللي يسلكونها إيش الذذبات العالية اللي يختارونها فأرجوك ضمنيتك وكتابتك لهذه القصة اسمح للطاقة الجديدة الذذبات العالية أن تتجلب حياتك خلها مساحة في قصتك اسمحنا لا تعلق في القديم لا تطول وانت عالق في الأشياء القديمة لا تطول وانت خلاص خلق منتغير 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 لا تطول وانت مصر على نفس الشكل اللي انت فيه النسخ هذه كلها احنا بنرميها وبيتكر عندنا النسخ جديدة جديدة وجيدة إذا شفت الصورة الكلية وأحس إن الحياة حلم واعي قصدك إنه في حال في حال إنك شفتي الصورة الكلية للحياة وصار هذه اللحظة اللي شفتي فيها الصورة الكلية للحياة صارت مشابهة للحظة الحلم الجلي اللي في المنام اللي لما تكوني نايمة بالليل إذا شفتيها وصارت هذه زي هذه رح تستيقظين أنا ماعرف انتي ليش ربطت بينهم خليني أبغى أقولك شيء الوصلات العصبية في الدماغ يعني فيها جنون لا يمكن تصوره وفيها طرق لا منطقية في غالب الأحيان وارد جدا تلقى شخص مثلا يشوف الشيء يفكر بشيء مختلف تماما لأنه الوصلات توصلت الطريقة غلط وتلخبطت وكأغلب الناس بها الطريقة ووصلاتهم العصبية توصل الغلط بس الكلام انه انت تفترضين فرضية انتي ما صار هذا الشيء لك فما ودي انك تفترضين وش الاحساس هذا يعني مثلا زي شخص يقولك يا الله انا ادخل مدتيش الآن انتم بالضبط وش النقطة اللي تقوم يخصر وش النقطة بالضبط 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 اش الاحساس بالضبط اللي راح اوصلها يعني احنا اصلا ما عندنا الديكشنري للاحساس اصلا يعني احنا انا لما اقول حب اقصد شيء وانت تقصد شيء انا لما اقول راح اقصد شيء انا اقول متع انت شيء وانا شيء فما بالك انه نشرح لك نقطة معينة حسيت فيها في لحظة معينة في زمكان معينة لا يمكن انها تقصر لا يمكن فاذا كان احجرح لك هذه الفكرة فهي خاصة فيه تماما واذا كنت انت تفترضين انه هذا الشيء يحصل فاقترح عليك انك تبطلين افتراضات لان كل شخص لحظة الاستنارة عنده مختلفة عن الاخر مختلفة عن وش هو يشوف وش هو يحس وش لون يوصل فيه اشخاص يعني يصير لهم موقف كذا يعني يفر كل حياتهم فيه شخص يعني يوصل قاع وقاع قاع وينجلد ويعيش بين الحياة والموت بعدين يعني تمفتح منها هذا شوية فما تقدرين انت تحدين تفكيرك او تسرقين من احد الفكرة لانها ما تنسرك باختصار ما تنسرك ما تنسرك كل شيء كل وعي خاص بشخصة فما المفروض انه احنا اصلا نتشابه ما يتوقع ان احنا نتشابه لان فلا ترنا تختلف فما رح نوصل نفس الفكرة فلا تفترضين هالفرضيات لا تخضين من احد تكاسلي عن طرح مشكلاتي على ورقة يعني اني خايفة ممكن ممكن شعور ثاني مرات الخوف يمنعك من المواجهة مرات العار العار صراحة اذا انا بتكلم عن المواجهة احنا بحط العار نصيب الاسد نده متفشل شي فشل شي فشل اني سويت هذا الشي شي فشل انه حياتي مره في هذه القصدة شي مخجل جدا انه صار هذا الحدث وفي اشياء تخوف ولا تكون غاضب من نفسك فيختلف الشعور يختلف يعني بس مؤكد هو شعور سلبي اللي منعك هو شعور سلبي كيف اقدر افعل يسر في حياتي لان انا دايما احاول انظر والاحداث بتفاول بس دايما تصير معي نفس المواقف ايمان حبيبتي اول شي ابغى اقول لك انه انتي يعني مبسوطا انه انتي متفائلة يعني عندك تفاؤل في الحياة بس انه انتي التفاؤل لابد معاه شي لابد معاه شي يعني خلنا نقول نرجع لصاحبتنا اللي امها بتزوجها فامها قالت انا اختفلك العريس فهي تقول ريلاكس ريلاكس انا متفائلة ان الموضوع رح ينحل انا متفائلة ان الموضوع رح ينحل مع ملك جني الكون معرف مين المهم يعني كده بيجي شي يعني المهم انه متفائلة ان الموضوع ينحل طيب تنتظر تنتظر جاعد الزواج ودخل العريس متفائلة متفائلة يعني انتي بنفسك اختارتي اختيار امك لانك سمحتي لها انها تحط النية وان النية تبشي فانتي حط اختيارك وبعدين تفائلي يقول لا لا العريس هذا ما يصلح لي ما يناسبني اسفة والله ما يناسب ما يصلح ما يصلح ما يصلح ما يزع الامك ممكن تقاطعك ممكن تقولك ما في مصروف تضطرين تروح ان تشتغلين وانتي كنتي مدلل يعني كل حياتك تتقلب كل الحيات تتلخبط كل الحيات كل الحيات كنت يعني عائشة بعز كذا ويعني البنت المدلة لو عندك خدم حتى الخدامة ما تخدمك وحتى بقلعك برا البيت اه يلا اه اه اختيارك ماشي على اختيارك ولا خلاص نرضو العريس عادي ايا كذا الحيات فانت فانت لما تختار تختبر في اختياراتك تختبر في اختياراتك بس سالفت انه والله يعني ما ابغى هذا العريس يعني وانا متفائلة انت يعني كذا يعني لابسة ضارة وردية وقاعدة باللورة وردية وقاعدة تتحكين عن نفسك خلونا نعرف فرقي كتبت مشاعري بورقة وشافها الشخص المقصود بالصدفر بس حسيت انه اختصرلي الموضوع الصدف يسر طيب بينك او شي هي مو صدفة هي مو صدفة يعني هو يعني او شي برابو انه انت كتبت هذا الشي وخلصت موضوع كثير مهم ويمكن طويتي صفحة كثير يعني مزعجة ومعقدة وسبب انه انه طريق الوضوح هو طريق اليسر مو صدفة الوضوح الوضوح يعتبر من قوانين اليسر الوضوح تكون واضح لذا اغلب البشر معقدين وضائعين وبسوطين في التعقيد لأنهم مو واضحين لأنهم مو واضح اليوم كنت اقول الوحدة اقول لها كنت انا اكل معمول اوكي فاقول لها تبغين معمول فقالت لي لا قلت لي شكرا قلت اي ولا لا قلت لا واحدة ثانية بجنبي قالت تعلق على سلوبي قلت من شاور معطة انا طبعا صدمت طبعا قلت ابغى اتأكد انه الرقم واحد يعني هي مستحية ومتفشلة قلت طلعت معمول من شنططي وعطيتها لها اخوذي قلت شكرا عالم ضائعة سألتك سؤال واضح تبغين معمول ولا ماذا تبغين معمول ليش اللف والدوران يعني انا ما راح اقول تبغين معمول وانا ما عدي معمول ولا ما راح اعطي معمول با قول لي اني انا عادي بس عدة اعطي وشن الثانية فهمتها فهم الناس طول وقت غامضين يعني انا انا ما فهمت الموضوع لما الثانية قالت غموض غموض يعني ولا يفهمونك لما تكون واضح ما يفهمونك يفهمون انك انت يعني قصتك شي ثاني طريقتك لا هو واضح تبغى ما تبغى فبسبب انه انه الناس ما تعرف تكون واضحة فبالتالي النتيجة الطبيعية لما انت ما تعرف تكون واضح وما تتجاوب مع الوضوح لما ما تتجاوب مع الوضوح انت على طول تدخل خطوط التعقيد الوضوح احد قوانين اليسر موجوده كل هذا الشرح موجود كله في كورس خطوط اليسر كثير الكورس ممتاز اللي مهتم يحضر فلما تكون واضح انت مع نفسك واضح مع الاخرين ولن اصلا تتعامل معهم تتعامل معهم بوضوح ترسلهم الرسائل بوضوح وتستقبل منهم بوضوح فبالتالي اكيد انك انت انت خطك رح يكون يسير خطك رح يكون يسير يعني الان تلقى واحد يعازم يقول تفضلوا على العشاء طبعا يقولها يقولها ما يقصدها ما يقصدها لا عنده عشاء ولا يمكن عنده فلوس العشاء ولا هو مستعد تفضلوا الله يحييكم يعني كذا يعني اش سمونها بالمصر العزيمة المركبية هذه يعني ايش تسليك يعني شغل اي كلام الثاني يرد عليه يقول لا 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 انا لو واحد قال تفضل عشاء وكنت ابغى اقول يلا 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 ماشي نذوق عشاءك أنا افهم انت لخذا شغل يتفضلوا على العشاء والأول يريد أن يعرف الرد الثاني يكذب ويالله خذلك خذلك ضبابية وسحاب وتحس أنك لا تشوف اللي قدامك لا تدري هو يبغى أو لا يبغى هو يقول اللي يقصد أو لا يقصد لا أدني مش القصة تحزن كذا يعني متاحة يحبون يحبون الغموء يعشقون الغموء يعشقون أنهم يقولون شي ما يقصدون أو يقصدون شي ما يقولون يعشقون المعادلات يحبون أنهم يعني أنك أنت ما تعرف يعني وش قصدهم إلا بمعادلة معقلة يحميشة وش الحياة وش الحياة فالوضوح طريق يعني أنت لو قررت أنك تصير واضح تبدأ بنفسك تبدأ بقصة المواجهة التي اتفقنا أنها أول خطوة لتطوير الذات لو بدأت بالوضوح مع نفسك راح تشوف بعيونك أوعدك أوعدك خلال أسبوع خلال أسبوع واحد أوعدك لو صرت واضح مع نفسك أوعدك خلال أسبوع راح تشوف الوضوح قدامك راح تشوف الناس التعبانة والناس الجيدة والناس المعادلات المعقدة والرياضية والناس السمحة والسهلة والطريق اليسير والطريق المعقد أسبوع واحد أسبوع واحد راح تجيك دلالة راح تجيك إشارة مستحيل إنسان واضح صادق لا ترتد له الكاروة بهذه السرعة أو بهذه البساطة مستحيل الوضوح والصدق عملة نادرة في حال الزمن البشر تكركبوا وتعقدوا بالماديات والفكر لدرجة أنه يصعب عليهم أنهم يكونوا صادقين مع أنفسهم فما بالك أنهم يكونوا صادقين مع غيرهم أغلب الناس يكذبون على أنفسهم أنهم مو خوافين وأنهم مو غاضبين وأنهم ما يشعرون بالعار وأنهم مش متوترين وأنهم مش قلقين وأنهم مش متأنبين وهم من رأسهم إلى أخمص قدرين مخايفين غاضبين متوترين قلقين غيارين متأنبين يؤنبون ومسكلك اجلد الناس الناس فيها وما فيها وما فيها وما فيها وما فيها ما في أحد يوقف قدام الملايا ويقول يعرشون أنا من رأسي لأساسي خواط ضعيف متبهذل متفشل مليان بالعار مام صعب صعب أن نكون بهذا الوضوح بس سهل أن ندمر الناس ونقولهم أنتم وفيكم وما فيك بس صعب صعب نقف قدام الملايا ونكون واضحين ذلك فرصة ورسالتي لكم لليوم الوضوح خلك واضح جرب اعتبر حتى تجربها اعتبر أنك داخل في لعبة مع الكون وتقول أوكي أوكي نعم أصبحminist أوين أوين وين أوين 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 أبدأ بخطوات الحقيقية قد الوضوح وشوفوا الشي يصير واكذب كثير تقولك واكذب كثير بعد يعني زود على كل هالحوسة زود على كل هالقصة يعني بعد ايه صح في ناس اللي يعني يكذبهم بقصد نسيتهم هذولا هذا مرحب تقدم نسيتهم اللي يكذب يعني بنية الكذب يعني مع الصار والترصت أشعر بطاقة مرتفعة من ناس ووقت شعور عدم ارتياح داخلي يا حبيبتي أول شي خليني أذكرك انه في المرحلة اللي احنا نمر فيها والتغيير اللي احنا نمر فيه اذا شبكتي مع الطاقة العادية رح تحسين فيها رح تحسين كيف الحقائق واضحة كيف الخير واضح كيف النور واضح كيف الناس الطيبة موجودة ومتوفرة رح تشوفين هذا بوضوح رح يتجلف حياتك نفس الوقت رح يكون عندك شوية شعور وتساؤلات وكذا يعني فيه كم سؤال والسبب انه مش عندنا في ذاكرتنا مش عندنا في طاقتنا ما سبق جربنا انه عندنا كورونا وعندنا حضر وعندنا ماعرف ايه ما سبق جربنا هذه الاشيه فمش موجود في ذاكرتنا فمن الطبيعي ان يكون عندك هذه التساؤلات بس ما المفروض انها تطلع المرحب اوه خوف وقلق لا ما المفروض ما المفروض انها توصل على المرحب ما المفروض اني اركز على النور واستمر بطاقة جيدة كيف وضع بيتيسر انا اشعر بمشاعر جيدة ممتاز احاول اغير بواقعي ممتاز بالادوات اللي عندي ولكن لم يتغير الى الان تكلمنا قبل كم يوم على موضوع استخدام الادوات الفكرية المضخمة اللي ناقشنا وتكلمنا انه مرات انت تستخدم الادوات الغلط او تفهم ادواتك بطريقة غلط بسبب ما يعني ما نعرف شو سبب ممكن انت اخترت ممكن احد اختارك ممكن احد نبهك عن شي انت ما انتبهت الشي جزء كبير من من تغير الواقع يعتمد على معرفة الذات جزء كبير من قدرتك على تغير واقعك ويعتمد على انك تعرف نفسك انك تعرف نفسك جيدا تعرف مشاعرك اليجابية مشاعرك السلبية تعرف ايش نقاط قوتك ايش نقاط ضعفك تعرف اش الاشياء اللي تستخدمها هذا جزء كبير مهم لذلك انه انصحك انه تغيرين الادوات اللي انت تقعد تستخدميها لانه من المحتمل انه اللي انه الادوات ليستخدمتيها لم استغلط فمهم أنك أنت تستخدمين أدوات أخرى أنا قدامي أكثر من خيار من شريك الحياة كيف أعرف باحتمال اللفظ أقول لك بس ما تزعليم مني أقول لك بس ما تزعليم مني أوكي ولا واحد منهم ولا واحد ولا واحد أكثر من خيار يعني عندك طابور من عشرة أشخاص صح؟ طابور من عشرة أشخاص اللهم أزيد وبارك عندك زحمة يعني طابور من عشرة أشخاص ما عرف كنا يعني طويل شوي لا كنا أصلع كنا شوي يعني عاصق غيار فأنت يعني قاعد تقلبين البضاعة شريك الحياة مش بضاعة تتقلب شريك الحياة مو بضاعة تتقلب شريك الحياة لما يجي يغطي على كل البضاعة هذا مو مو هذولا مو شركاء هذولا هذولا خيارات طمطات شي يعني شي مادري مو شو بس هذولا مش شريك حياة سوري سوري يعني الشخص اللي يجي تحسين هذولنا فعلا يعني ماري مكانة يعني ما المفروض ان كنتي تقولين هذا ولا هذا ولا هذا لا ما المفروض الهدف معقد وكل مرة أتركه لأنه أتعبني وما تحقق يرجع لي بشكل غريب شي يريد من خلالي نقول أنت تبغين هدف مشيتي في الطريق تسكرت البيبان في وجهي قلتي ما أبغى سعر؟ قلتي ما أبغى خلاص أنت تحبتي معقد وكذا أنا ما أبغى فصديتي ورحتي مكانتها فجأة نجاق دعمك كذا يعني ومفتح الطريق كأنه مفتح الطريق طب أوكي كم لك الطريق مفتح لك الطريق اللي كان معقد كم يم يمكن كان الاتجاه غلط يمكن كان الطاقة غلط يمكن كان المكان غلط الزمان غلط تصير مرات مثلا مثلا سيدة تحاول أنها تحمل تحاول 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 بعد تقول شم طريق المعقد خلاص وبعدها بكم سنة فجأة تحمل فتقول شلي صار يعني طريق المعقد موجود خلاص طريق صار يسير انتهت القصة المعقدة اللي أنتي كنت متورطة فيها هل أحد أخر ورث أخواتهم له كارما؟ قصلك سرق سرق ورث أخواتهم أنت تكلمين على موضوع قانوني أو موضوع شرعي أو تكلمين على موضوع الوعي على موضوع الوعي حسب موقف خواتهم إذا قالوا أعليك بالعافية فأعليه بالعافية إذا قالوا يعني ما حنا محلليك فخلاص هو ثورت متى أعرف إن هذا الطريق معقد إذا حصل أي كركبة بداية وقتنا الموضوع أعرف إنه معقد وإلا أحاول قصلك التوقيت إنه مثلا هل التعقيد يحصل في بداية الطريق أو في منتصف الطريق أو في آخر الطريق أو شيء إذا حصل لك التعقيد في بداية الطريق خلاص إنت تقفل الموضوع من أولا معناها الباب مقفل من أولا بس والله إنت دخلت الموضوع بعدين جوه صار في تعقيد معناها عندك رسالة في القصة اللي جوه عندك رسالة مرتبطة في القصة اللي جوه هذه قد تكون إنك تحتاج إنك تطور أدواتك تحتاج إنك تفهم شيء معين مرات يقفل عليك الباب مرة أخرى في هذا الطريق فهينا خلاص إنت تسمي يوتير تعرف إنه إنت مالك ممر موضوع ما يمشي مرات في آخر الطريق تحسنوا تعقد الموضوع هل تعقد إنه عادة لما نقرب نخلص الطريق يكون فيه شوية المشاعر ترتبك تتغير يكون فيها ملل يكون فيها شغف زيادة حماس زيادة يعني يكون فيه ارتباك في الطاقة فارتباك الطاقة يتأثر يؤثر على الطريق ففي مثل هذا الموقف أنت تقول هل أنا ماني متزن ولا لا الوضوع إنه باب تسكر فإذا باب تسكر فأنا أخذ اليوتير لأن معناها أنا مشيت الطريق كل مش عشان الهدف مشيت الطريق اللي هو عشر سنوات مو عشان الهدف مشيت الطريق كل عشان رسالة ورسالة 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 وعجب سوي كير فما كان الهدف هو المقصود أصلاً في القصة في الصورة الكبيرة الهدف ما كان مقصود كانت الرسائل اللي في الطريق الهدفي المقصودة فما المفروض حتى أني أنا أزعل على هذا الموضوع كيف أتخلص من الحقد ضد شخص أذاني؟ أول شيء شوي أبغى غير الكلمة أبغى تغيرين الكلمة بليز اليوم أقعدي مع نفسك وغيري الكلمة لا تخلينها حقد لأنك إذا قلت أنا حاقدة فأنتي بتلومين نفسك تقولين أنا الشرير الحقودة أنا أبغى أخلصك من هذه القصة فأبغى تغيرين الكلمة فأقعدي مع نفسك قولي أنا على فلان أنا إيش أنا مجهورة من فلان أنا يعني أوجدي لكلمة غير حقدة هذه أوجدي كلمة عشان تحاولين أنك تتصرين بمشاعرك بشكل أصح وتفهمينها بشكل أصح أحسن أصدقائي الحالين ما يشموهم باللقصة الجديدة لأنه إحنا نتغير راح تكون اختيارات الناس يعني راح تنصدم راح تنصدم من اختيارات الناس إحنا كل يوم عندنا اختيارات جديدة في الحياة راح تنصدم أن الناس تختار اختيارات قد ما تكون نفس اختياراتك وقد ما تكون بنفس طاقتك ونفس ذرذباتك لذلك استعد استعد أنك راح تتعرف على ناس جدد وراح تتغادر ناس نعم سوف تتغادر ناس وسوف تتعرف على ناس جدد It's okay طاقة قوية للأيام القادمة وحاسة في أشياء جميلة راح تصير صحيح أشياء جدا جميلة راح تصير وجدا رديئة راح تصير كله كله ركز انوي اختار رفع طاقتك رفع ذرذباتك تواجد مع وحوله وحوله الأشخاص اللي طاقتهم عالية صار لي أربع سنوات علقة في قصة حب مع شخص آخر غير زوجي كيف أنهي الموضوع سؤال زوجك يعرف لي ما يعرف يعني أربع سنوات انت مكركب الدنيا على بعض زوج وعشير وهو بعد تلقين عنده زوجة وعشيقة وفوضى فإذا كان زوجك ما يعرف فأعتقد أنه يعني أعتقد أنه هذا طريق ضبابي طريق ضبابي طريق ضبابي وإذا زوجة الرجال الثاني بعد ما تعرف يعني الغاز معادلات طريق معقد شو تخلصي خلصي موضوع ما يحتاج يعني ما أعتقد أن يحتاج يعني قصة طويلة عريضة خلصي مشاعرك ضبطي قناعاتك أفكارك ضبطي مشاعرك حط الموضوع على الطاولة وخلصي الموضوع ليش مطول الموضوع هو قصير حسها خايفة من العشيق خاش عشيق والله وإش هالعشيق يعني علاقة موضلة ما بعد قاعدين يفترضون عليك فرضيات أنه أنت ليش من تقاعد خلصي الموضوع أنه أنت خايفة من العشيق ولا خايفة من زوجتي العشيق أخ إش هالموضوع اللي وردت نفسك فيه إش يعني الله أكبر كان الموضوع يستحق كانت القصة يستحق إش هالفوضى اللي جريت نفسك لها قاعدين قصة تبغين تنظفينها الحين كم كم تبغين تنظفينها إن شاء الله الزوج اللي هناك ما درت على الموضوع بعد تقعد لك قصة يعني بعد تطول لك كم سنة بتاقي تلاحك وتدورك في دوامك ما هذرين خالصي الموضوع إن شاء الله كنتكم استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا اليوم شكرا اللايكات شكرا القلوب شكرا الكلام الجميل صبحونا على حب